الجنوب ينتقل إلى العهدة السعودية رسمياً على وقع التطورات المتسارعة نحو إقرار ما بات يعرف باتفاق جدة باشرت السعودية بتنفيذ البند الأول من مسودة الاتفاق عبر إعادة الانتشار العسكري في العاصمة المؤقتة عدن وضعتنا اليد على المعسكرات والموانئ والمطار إثر انسحاب لم يتم التأكد من مصداقيته للقوات الإماراتية توصف هذه الخطوة السعودية بأنها جزء من عملية بناء ثقة بين السلطة الشرعية والمتمردين الجنوبيين المدعومين من الإمارات من بين خطوات لم يحسم الجدل بشأنها قيل أنها ستشكل بنود اتفاق جدة المرتقبة الروايات المتصلة بمسودة اتفاق جدة غير مستقرة على صيغة بعينها لهذا الاتفاق إحدى هذه الروايات تشير إلى أن الاتفاق اتجه نحو الدمج السياسي والعسكر والأمني للمكونات الانفصالية التي أنشأتها الإمارات في جنوب البلاد وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب استنادا إلى مخرجات الحوار الوطني ولإقرار بمرجعية السلطة الشرعية وتحشيد الجهود للقضاء على الانقلاب الحوثي غير أن هناك تسريبات مثيرة للاهتمام أوردتها جريزة الشرق الأوسط المملوكة لعائلة العاهلة السعودية الملك سلمان منسوبة إلى مصادر مطلعة تورد معلومات صادمة للمتفائلين بالاتفاق المرتقب ومن بين ما يرد في المسودة التي كشفت عنها المصادر المطلعة تشكيل لجنة خاصة مناصفة بين الانتقال والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب مع الاعتراف بشرعيتها من قبل الحكومة على أن تتولى نخبة شبوة الأمن في المحافظة بإشراف القوات السعودية معلومات تكشف عن مصادرها القريبة من الانتقال بكل تأكيد إذ لا يبدو أنها متطابقة بالكامل مع نص مسودة الاتفاق الذي تجنب وزير الإعلام في السلطة الشارعية معمر الإرياني الكشف عنه في تصريحات لذات الصحيفة فيما كانت وسائل إعلام ذات مصداقية قد كشفت عن نص موضوعي إلى حد ما لمسودة اتفاق جدة آخر تطورات حوار جدة تشير إلى أنه تم استدعاء ممثل المجلس الانتقال إلى الرياض لاستكمال المشاورات حول نص الاتفاق على نحو يشير بوضوح إلى وجود عقبات أمام الإعلان عنه ما استدعى انتقال الجميع إلى الرياض حيث تتواجد القيادة السعودية هناك منذ أيام اتفاق جدة لا يبدو أنه وصف مثالي لسلام المستدام في اليمن بقدر ما يؤشر إلى بداية عهد جديد من تقاسم النفوذ ينتقل بموجبه الجنوب غير المستقر إلى العهدة السعودية بما يسمح بعودة محفوفة بالتوقعات السيئة لمؤسسات السلطة الشرعية إلى عدن بعد منع استمر أعوامه ترجمة نانسي قنقر